مشروع تفويضات المرفق العام الذي ينتظر الإفراج عنه خلال السوداسي الأول من السنة الجارية على أكثر تقدير مشروع جديد تعول عليه الحكومة لخلق ثروة ومناصب الشغل على مستوى البلديات المشروع سيسمح للبلديات باستغلال وتسيير المرافق العام التي تكتسي سبغة اقتصادية عن طريق منح التفويض لشخص آخر غالبا ما يكون من الخواص ويسمى المفوض له عن طريق اتفاقية تحدد واجبات وحقوق كل الأطراف وفق مدة معينة هذا سيسمح بحل هذا الإشكال المطروح حاليا وهو بقاء بعض من المرافق العامة يئما غير مستغلة تماما مغلقة أو حتى مستغلة لكن مستغلة بصفة غير عقلانية وهذا الإشكال إن شاء الله سيتم عن طريق هذه الآلية إنشاء وكلات الإرادات على مستوى البلديات لتحسيل جميع الإتوات والرسوم التي تحدد عن طريق مداولة للبلدية إجراء يدخل في إطار تحديث أساليب وتدابير التحصيل التي جاء بها قانون المالي الجديد لاحظنا بأن المداخل الجبائية لتخص البلدية ضائلة نوعا ما وبذلك هذا القانون أدرجع ما يسمى بخلق وكالات الإرادات على مستوى هذه البلديات وبالإضافة إلى هذه التدابير فقد تم إعادة النظر في إطار هذا القانون في النسب الخاصة بالرسم على القيمة المضافة التي تعود لميزانية البلديات حيث أصبحت حسة صندوق الضمان والتضامن الجماعات المحلية 15% بعدما كانت 10% نعم